جزيرة خلينا نرجع النهاردة للحدث ملوك الصلاة الحدث النهاردة زي ما حضركم شايفين ده تسليم مديليات الدوري الممتاز لكرة الطائرة خلينا اقول لحضركم ان كابتن محمد مصالحي المدير الفني ميدو حبيب الكل تولى المسئولية منذ ثلاث سنوات الفريق كان بيعاني من غياب عدد كبير من اللاعبين رحيل عدد كبير من اللاعبين للاحتراف كان لازم كابتن محمد مصالحي يكون بالشجاعة الكافية انه يتولى المسئولية وابتدي بناء الفرقة من جديد بناء الفرقة سنة ورا سنة كل سنة كان بيحط بيحط طوبة فوق طوبة عشان يقدر يوصل لله انا شايفينه ده اللي احنا شايفينه ده مش مجهود سنة مجهود ثلاث سنين الطائرة يا جماعة مش بالسهولة للناس متخيلها بناء فريق في الكرة الطائرة من اصعب ما يكون لان اللاعب في الكرة الطائرة عشان توصل للاعب كبير او لاعب مؤثر الموضوع بيبقى صعب فقعد كابتن محمد مصالحي يبني مع مجموعة وكتيبة من الرجال الحقيقة كانوا بجد رجال على مدار التلات سنين كابتن محمد مصالحي كان بيبني الفريق وفي نفس الوقت بيحصل على بطولات اه تلات سنين ما حصلش على الدوري العام ولكن تلات سنين كان فيهم بطولات ايضا ولكن البطولة الاغلى هي بطولة الدوري النهاردة النادي الاهلي كان بيخود مباراة نادي الجيش وهو حاسم البطولة ومع ذلك النادي الاهلي لعب بروح الفنيلة الحمراء ولعب بروح النادي الاهلي انه حتى لو المباراة تحصيل حاصل فلن يفرد في اي مباراة النهاردة كابتن محمد مصالحي ل مباراة بكل قوة مش هو ورجاله كلهم كانوا رجالة على قلب رجل واحد والله النهاردة وحنا بنتابع المباراة في الكواليس محسيتش ان المباراة دي انا حسيت المباراة مبارات بطولة تلاتة صفر بيقتلوا لاخر نقطة شفنا حتى يعني اللاعب اللي بيتعور عبو عبد الحليم عبو الحمد لله واتطمنا عليه انه اصابته بسيطة عبد الحليم عبو وقع في ارض الملعب زميله شلوه وهو كان عايز يكمل ليه لان بالرغم ان المباراة غير مؤسرة لازم الفرقة دي الحقيقة نديه حقه وحنا طلعين النهاردة وطلعين نأكد ده ان الفرقة دي عملت انجاز كبير جدا ان شاء الله الفرقة دي مسافرة النهاردة بالليل الفرقة دي دلوقتي في مطار القاهرة مسافرة بولندا تعمل معسكر عشر تيام عشان ترجع وحوش افريقيا وابطال افريقيا احنا حامل اللقب بطولة افريقيا للكرة الطائرة ان شاء الله بعد نهاية بطولة افريقيا للكرة الطائرة سيدات اللي هتخلص إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله بإذن الله ويكون في مكانها الطبيعي مع بطلاتنا بطلات الكرة الطائرة طبعا اللحظات اللي حضاركوا شايفينها دي تسليم المدليات لفريقنا البطل بطل مصر 2017-2018 طبعا كابتن فريق عبدالله عبدالسلام اللي رجع لبيته ومكانه التاني الطبيعي السنادي وكان ليه عامل كبير في الحصول على البطولة مش عايزة انسى حد كل الفرقة كل الفرقة كانوا أبطالوا رجال على قد المسئولية بجد احنا بنربط على قديهم وبنشكرهم إنه كانوا أقدي المسئولية ومش بس كسبوا الدوري لا ده كسبوا الدوري بدون هزيمة وحط بدون هزيمة دي ميت خط لازم احنا كدورنا ملوك الصلاة إن احنا نربط على قدين الناس دي الرجالة دي الأبطال دول الأبطال دي ضحت بحاجات كتير أنا عايز أقول لكم إن حتى كابتن محمد مصالحي الفرقة دي ما تعدتش كويس في الصيف لأن كان أغلب الفريق مش موجود كان أغلب الفريق مع منتخب مصر والمحترف شكر الجويني كلمة منتخب تونس والنهار ده كمان بنكسب وشكر الجويني ما بيلعبش يعني إذن الفرقة طبعا معوض لبرو الفريق كل الفرقة الحقيقة كلهم رجالة خلينا أقول لحضراتكم النهار ده مباراة نادي الجيش ما احترامنا كبير نادي الجيش نادي كبير ويعني ونادي نجح في الفترة قصيرة إنه ياخد دوري وكاس وأفريقيا كل التقدير والاحترام نادي الجيش إنه إحنا طبعا زي ما احنا شايفين الأول على اللقطة دي الأستاذ محمد الجرحي وضو مجلس إدارة النادي الأهلي الحقيقة والمهتم بشكل كبير الألعاب الصلاة والألعاب الصلاة منتظرة منه الكثير داخل المجلس وشايفين مهندس خياد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة المحترم طبعا مهندس خياد ناصف سليم معانا الكابت الرؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي اللي هو أصلا يعني من قصة كرة الطائرة ولكن هو في منصبه دلوقتي مدير النشاط الرياضي هو مسؤول عن كل الألعاب خلينا أقول لحضراتكم إن اللقطة دي أو اللحظة لحظة التكريم دي اللعبة كلها بتنسى كل حاجة ومع ذلك طبعا الفرحة دي لها ثمن كبير فرحة دي لها وضع كبير جدا عند اللعبين لأن دي رجعتهم تاني أبطال مصر زي ما كانوا وزي ما عيدنا عليهم إحنا الحقيقة كاملة إن هذه الأهلي كانت موجودة صورت كل صغيرة وكبيرة بعد الماتش وخلال الماتش نزلنا لحضراتكم الماتش ولكن ما قدرناش نطلع طبعا عشان ماتش الكرة كرة القدم الأهلي وإنبي خلينا نطلع لتقرير دلوقتي ونشوف الأستاذ محمد الجرحي الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وكمان رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للسيدات وأيضا رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للرجال هو المنوط طبعا هو الأستاذ محمد الضماطي نائب طبعا رئيس اللجنة العليا هم الاتنين بيبذلوا مجهود كبير جدا جدا عشان خاطر ألعاب الصلاة احنا سجلنا معهم سجلنا مع الأستاذ محمد الجرحي وسجلنا مع كابتن محمد بصالح ميدو وسجلنا مع عبدالعب سلام وسجلنا مع أحمد سعيد تقرير خلينا شوف التقرير ده مع حضراتكم وارجع لكم تلك اشتركوا في القناة